قل الله الآن الفطر المشروع معروف الصين ومعروف من قديم الزمن لكن ما أحد اجتهاد هذا الاجتهاد يوصل للبشرية أنت أول من صنع هذا فإيش النفسي اللي داخلك أنك اجتهت هذا الاجتهاد الكبير يقول هذا الاجتهاد ومعروف كانودرما يمكن أن يتعرف الكثير من الناس عنه لكن كيف تستطيع تغيير العالم عن هذا؟ عشر سنوات وأنت كيف توجده للبشرية كزراعة؟ إيش النفسي اللي تحملها ما وقفتك العقبات ما وقفتك يقول لعشر سنوات في البحوث قبل كيف يوجده يزرع للناس؟ يكيره يزرعك بالجربية بممتازحية؟ يقدم ذلك أيضاً من البحش تغيير العقبات؟ يتعرفون طبع هذا العقبات المتحدث؟ يؤمن هذه البحش تغييرك؟ يؤمن هذا يطلعك؟ يؤمن أن يتعرفك أن تستطيعруك؟ أن found out first-in first is our technology. We have good technology. When we planted this aegaronoma, we did 100% organic. We do not put any chemical, we do not put any these things that's harmful to the body. So the whole thing has been grown naturally, and ecological. That's the first thing. And what happens is that the government, and he said to me is that أولا تكنولوجيا التي نستخدمها ثانيا القانودينما التي معنا هي طبيعية بحيث أنه ليس فيها إضافات أي مواد كيميائية مضافة فيه فهذا واحدة من الميزات الأساسية ثانياً، نستخدم جميع جميع القانودينما تقريباً، نستخدم جميع القانودينما، نستخدم جميع القانودينما ثانياً نستخدم جميع القانودينما نستخدم جميع القانودينما بعض الناس استخدمون جزء بسيط من القانودينما لكننا في شركة دي أكسينما نستخدم القانودينما بشكل كامل نحن نحن الشركة الوحيدة التي نبيع غانو درما مع مارسيليم مارسيليم؟ مارسيليم هي جذور الخاصة من غانو درما نحن نبيعها مع بعض و... جيال اخبر غانو درما ما يسمى بالرغ والجيال نحن في شركة دي اكسن نقوم جمعها وبيعها لالالالالالل نحن самый هو الشركة الوحيدة في العالم التي نقوم بها الشيخة الوحيدة في العالم التي نقوم بها نتخطب الكثير من الدرماعات نعطى بها كثيرا نحن أيضا نقوم بعمل التثقيف في هذا المجال كيف تزيل السموم، كيف ما يفوائدها لكن انا مجد للعنوة المهجنة مرتبطة هذا المهجنة هل تحت جاندرما أو تحيط الجنة؟ عندما نضح جاندرما أولا يدخل ال腿 ثم سلطة جاندرما يضح الورط منها وضح البرمج مصور موسيقى هذا المسلح يسمى فروت بدي فروت بدي يصبح فروت بدي فروت بدي يصبح فروت بدي فروت بدي يصبح فروت بدي لن نعلم أننا لدينا دفعات هو يقول بأنه يبدأ أول شيء المشروع أول شيء سؤال سألته سؤال ما هو الفرق وهي الفائدة بالنسبة للجذر والفطر بشكل عام وهو بدأ يشرح عن الفطر والجذر كيف يتكون يقول بأنه أولا يبدأ الجذر بالتكون ويكون على شكل اللون الأبيض وبعد أن يغطي كامل الجذر يبدأ بعدين النبتة تبدأ تظهر من الجذور فما هو في الأسفل يسمى الجذر والأعلى هذا تبدأ النبتة كامل الجذر تبدأ هنا هنا يوجد جذر نضيف 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 ثم نضيف 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 هنا ماذا نقل هذا الوعية ، وهذا هو مرسيلم هذا الوعية تبدأ رجل، وهذا الوعية تبدأ جل لذاً في العرب ، نضع هذه الوعية بلعض مبنى ايضاً الله لديهم يتنظر الوعي في الوضع نحن 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 مبنة هو يقول بأنه عندما يبدأ النمو نمو الجذر أولاً داخل العلبة البلاستيكية ومن ثم تبدأ النبتة اللي هو الفطر المعروف اللي نرى صورته في كل مكان وهذا الفطر مع الجذر يتم خلطه مع بعض ويباع للوطن العربي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة